اشتركوا في القناة شورة علي عمران عام 244 وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإما تأختي لانقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه للي يضر الله شيئا وسيجزب الله الشاكرين هل كان عمر وعثمان من الشاكرين أم الذين انقلبوا على أعقابهم هل ورد عن أبي بكر وعمر مصدر أنهما لم يكون من الشاكرين حتى تشكل عليهما نعم جزاك الله خير يا الله تفضل طلع لنا الرواية بسندها من عند الطبري قال إن عمر وابو بكر لم يكون من الشاكرين تفضل نعم نحن سؤال نقول لك في عمر وفي عثمان هات الطبري يا أستاذ هات الطبري قال إن أبو بكر واسمع اسمع إنت لسه ما قلناش حاجة وتفشلت الآن هات الطبري قال إن أبو بكر وعمر لم يكون من الشاكرين يلا خلص خلص جامع البيان عن تأويل القرآن تفسير الطبري أبي جعفر محمد بن جريد الطبري قم توفى Benedict أعطينا من النفر لك med zm أعطينا من النفر أعدنا من النفر يا أستاذ أيدي الان هدي المصدر للлексيف عشان صيف يفتح كاميرا ونعرض المصدر على الشاه Circuit زامع البيان عن تأويل القرآن تفسير الطبري تحقيق أحمد بن عبد الرزاق البكري محمد غادر محمد محاقة طابعة مصر رقم الصفحة 2027 سورة آل عمران 155 831 8109 خلينا اقرأ وانتظل تابع اي خطأ عدت اقرأ السند بعد لا تقاطع خلينا اكمل سؤالي عبد الروايتين بعد لا تتكلم اقرأ السند حدثنا ابو شام الرفاعي حدثنا ابو بكر بن عياش حدثنا عاصب بن كليب عن ابيه خطب عمر يوم الجمعة فقرأ العمران وكان يعجب اذا خطب عي قرأها فلما انتهى الى قوله ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان قال لما كان يوم احد هزمناهم ففررت حتى صعدت الجبل فلقد رأيتني انزو كأنني اروى والناس يقولون قتل محمد فقلت لا اجد احدا يقول قتل محمد إلا قتلتوا حتى اجتمعنا على الجبل فنزلت ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان والحديث الاخر 8109 قال حدثنا سلمة عن ابن اسحاق قوله ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان وبعض ما كسبوا قال والذين استزلهم الشيطان عثمان بن عفان وسعد بن عثمان وعقب بن عثمان الانصاريان ثم الزرقيان يالله تفضل خلصت خلصت اتبت انه من الذين قلبوا ولم يكن شاكرين شوف انا اقول لك حاجة طلبنا منك دليل على ان ابا بكر وعمر لم يكون شاكرين ما سمعنا منك سيرة ابو بكر وعمر في الانتقارات ومع ذلك احنا هنكون اكرم منك وانا اقوم بالرد على كلم تفضل يا سيد سيف اولا اول ما بدأ من الرواية قال حدثنا ابو هشام الرفاعي هذا كتاب المطالب العالية لبن حجر يقول المجلد الخامس صدحة 230 وابو هشام الرفاعي ضعيف كما في التقريب صدت يا الله يا عم ايش رأيك صد البلدوزر ايش رأيك صد البلدوزر يا صد البلدوزر اف اف خد اف خد يال لا احاول على قوة الا من